السلام معكم هند بخ زيت والأخضر اليوم سوف نصبح مدلين بيدون غلوتن بالحند السوداء زبدة فقط بزيت جوز الهند سوف نضيفهم في الحشوة وكذلك زبدة الفود سودان يبقوا معيحة الأخير سهلين وماهلين بسكر جوز الهند كذلك إلا ما نكون سكر جوز الهند وكذلك سوف نضيفه بالعسن المقادر دائما ممكن نضيفه اليوم حتى سكرين شوت راح مكتوبين على الفيديو سوف نأخذ هنه 100 جرام ديال اللوز حبوب اللي سوف نحصل على الدقيق دياله معلش ندير تناخد الحبوب ديال اللوز لان اللوز عندنا هنه دقيق دياله غالي سوف نأخذ هنه 100 جرام ديال دقيق اللوز مع 100 جرام الحنت السوداء جوج ديال البيضات 80 جرام ديال سكر جوز الهند عصير حمضة معها القشور ديالها و 100 مليلتر من زيت جوز الهند كندرب كل شي مزيان يعني سوائل ام بتنضيفه هذوك المقادر اللي ستكون جافة اللي هي الدقيقات والبيكاربونات افسوده لك هنه درت فقط البيكاربونات افسوده بالنسبه المناسمات انا كنحاول دائما دير مناسمه طبيعيه كنتو كتفضلوا المناسمات ديال السكر يعني ليسا الشي اللي في الفانيلا وهذا را ممكن ديره دوك هنه درت مع القصغيرة فقط ديال البيكاربونات افسوده تنخلط مزيان و هاد الخطوه ضروري ديروها غتحطو هاد الخليط ديالكم في المجمد واحد عشرين دقيقة ضروري لونك ما تطيبوهمش ديريكت غتحطو الخليط ديالكم هنه خديت حتى الزبدة الفل سوداني حضرتهم خليط شوية منهم درتهم قطع و غنحطوهم في المجمد على اساس غنديرهم من فوق ديال هاد لي مادلين لونك هدا هو الخليط ديالي ديال لي مادلين شو معي انه شد فرسو وبرد يعني ولمت ماسك ومن بعد غنحطوه ديركت في المول وغندخلهم الفران مسخن على درجة حرارة في الاول واحد يعني اديك خمسة دقيق اللولة الفران يكون سخن بزيان على ميتين درجة ومن بعد نهبط المية وثمانين بعد خمسة دقيق نهبط المية وثمانين كي يجيوا رائعين والداد بزاف وصحيين منسبة الزيت جوز الهند ضروري من دوبوه ما يتكون في حتى شي قريمه يعني ما يكونش دوك الحبيبات مديرين ضروري ندوبوه مزيان تماما عاد نضيفوه في الخليط ديالنا اه كانت منه غتجربو هاد الوصفه ان شاء الله غدي يتعجبكم دي مادلين صحيين اه بطريقة صحية وكي يجيوا رائعين في المداق بتنسوش تديروا لايك تبا اختجوا لفيديو مع الاصدقاء ديالكم سهلا وفصحيحكم وخلصكم الاخير والسلام عليكم